الدينية وأوثق المصادر عند المسلمين لاستنباط المعارف الدينية هو القرآن الكريم ولكن الكلام أنه ما هو مصداق هذا المفهوم القرآن ما هو مصداقه هل هذا الكتاب الذي بأيدينا مصداقه أم لا يتذكر الأعزة طرحنا عدة مباحث واحدة من المباحث أن الأخباريين قالوا لا أن هذا القرآن الذي بأيدينا يشكل ثلث القرآن الذي نازل على قلب الخاتم إذن هذا قرآن تام له قرآن ناقص أعزائي طبعا يكون في علم الأعزة في كتب القوم وفي مصادرهم الحديثية ومجامعهم الأساسية هذه الروايات موجودة وموجودة بشكل تفصيلي مو أن أيضا موجودة على مستوى آية وكلمة ونصف آية وإلا في صحيح البخاري وغير البخاري أن سورة الأحزاب كانت ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا الموجود على مستوى سورة البقرة أعزائي الآن ستة وسبعين آية لعله كانت ميتين وخمسين آية ثلاثمائة آية وهكذا فمقصودي بأنه في المجاميع الروائية هذا المعنى بشكل واضح موجود ولذا الدعية فيها التواتر في هذا المجال نحن قلنا أننا لا نستطيع أن نقبل هذا وكذلك دعوى سقوط بعض الأسماء والكلمات من القرآن الكريم كما يقال في أن اسم الإمام أمير المؤمنين وأسماء الأئمة أيضا كان ماذا موجود في القرآن كما هي بعض الدعاوى الأخبارية وأيضا نحن لا نقبل ذلك إنما الكلام الآن دا أتكلم على هذا